اكيد اليوم النص هو من انجيل يحنى نصح واحد عشرين ويتكلم عن الظهور الثالث ليسوع على التلاميذ مثل ما تعرفون الظهور الاول كان على عشر تلاميذ ظهور الثاني على اهدعش تلميذ وهذا الظهور الثالث على القارب مع سبع تلاميذ المجموعة الكلية حسب الاناجيل كلها ان يسوع ظهر سبع مرات اذا جمعنا الاناجيل مثلا خلبيها ظهور عماوس ظهورها على يعقوب على على مريم لكن شيء مهم نريد نركز عليه اليوم بانه آلية وامكانية حضور الله شون راح تكون او شون كانت من البداية من العهد القديم والعهد الجديد والى يومنا هذا شون تكون مستويات الظهورات الخاصة بالله وبين قوسة بالعهد الجديد المسيح بالعهد القديم الله كان عنده حضور عجيب وكان هذا الظهور ممثل تجسد الظهور هو انه يأخذ شكل فالحضور يأخذ شكل ونقراها دائما بانه يستخدم الله اساليب لغات كثيرة حتى يظهر إذا نرى مع ابراهيم كصوت وكملاك مع أبو شمشون كملاك منوح مع يعقوب مع يعقوب الله ظهر كشخص محارب كان ذيت عارك وهي يعقوب طول الليل الى انطلع الفجر وهنا سمى يعقوب هذا المكان اللي بي تعارك وهي هذا الشخص وتحارب فنويل وفنويل يعني وجه الله وطبعا هذه خبرة مهمة من العهد القديم انه العلاقة مع الله شوفوا الفكر اللاهوتي بالعهد القديم لا تفكرون فقط بالعهد الجديد الانسان اللي عنده روحية حقيقية يفهم العهد القديم راح يفهم العهد الجديد انه يعقوب ظل الليل كله دي صارع بين قوسين الحضور الالهي وهم ينتصر ليش لانه عنده قوة داخلي هذا اللي يريده الله انه يظهر قوتك انه يتحداك والتحدي دائما يقود الى امكانيات انت تكتشف مكانات بنفسك ما مكتشفها قبل فما يصير المسيحي اليوم يفكر ان الحياة المسيحية متحديات هي امان وكرشي مرتب وهي اروح الكنيسة واجي لكن دائما لما الله يظهر يتحداك بظهوره ولهذا يعقوب يسمي المكان الذي يتصارع به ويا ملاك الرب فنويل انا صرت وجه لي وجه مع الله واليوم شغل المسيحي كله انه يبحث عن وجه الله اذا تقرون بالعاد القديم تقرون المزامير وتقرون سيرة الانبياء راح نشوفون الكل يبحث عن وجه الله لكن لما يجي يسوع في انجيل يحنى يقول مره انا رأى الآب هذه معناها انه خبرة خبرة الارتباط بالله تتجلى بشكل حقيقي في المسيحية لانه هسا صار وجه الله شنو انساني مو بس ظاهر وانما انساني واخذ جسد تجسد فهنا انا شوفوا كل شي بي ظهور بي تحدي اليوم تجي انت تصلي اذا ما تشوف وجه الله صلاتك ما تشتغل طيعت وقتك مو مسألة حفظ مو مسألة اردد مسألة انا مع كل كلمة اشوف وجهك يا رب يقول سفر التكوين وقال الله فليكن نور فكان نور كلمة واحدة اتغيرت الدنيا كلها كلمة فيعني انت من تجي على العهد القديم وتشوف هالامكانية بانك تشوف صدق وجه الله قبل ما تدخل عهد الجديد هذا ويسوع يسوع تعلموا الدرب على الانبياء شو انفهمهم قبل ما يطلع برسالته ولهذا كلمتها كانت مو بس نبوية نبوية ملوكية كهنوتية وحنا اليوم مسيحيين مدعوين الى هذه الامكانية ان الريد الله يظهر الريد الله يتحدانا وانسحنا في زمن التحدي والكهوية ناس يتأوهون ايه حقهم ولكن لما يظهر الله انت لازم تبين عضلاتك الروحية الله يريد ناس قوياء الله يريد ناس شجعان الله يريد ناس يقولون يلا احنا عيننا على السماء وما اننا علاقة على الارض شان يشتر بالارض عاستن قلوا بالدنيا ما دام الله دا يظهر اذا ما صعدت سقف التحدي ما راح تشوف وجه الله فاليوم كنيستنا كنيسة مجاهدة كنيسة اتجاهد حتى تشوف وجه الله وتراوي وجه الله للناس ما هي مجاهدة حتى تكبر ونبني كنايس ووايا ايه حلو هذا الشيء نعمة من الله بس انا اللي يهمني هالناس اللي تريد تشوف وجه الله هذا هو الحاجة احنا راح نروح نموت احنا بعد خمسين سنة ميتين بس شفنا وجه الله هذا السؤال هاي عقوب كثير يعلمني امور انا هنا شفت وشك يا رب بنويل بالكنيسة ببيتي بشغلي اليوم يسوع يعزف على نفس الوتر وتر الظهور ظهر ثلاث مرات هاي هي المرة الثالثة لي اشخاص عندهم شيء اسم فن التشتت تعرفون شنو فن التشتت انه كل شي عندي كل شي عندي كل شيء الله مطيني مثل هوايا هسا نشوف ناس يعجبهم يجمعون غراب تشوفون دائما المغزن المغزن كبير بيه هوايا احذية قديمة شغلات قديمة ما تحتاجوا ما تريدون نذبوها بس لا ما نقدر نبقيها نحتاجها خافة اليوم وهي ما تحتاجه بس عندنا هوايا شغلات فنحير نتشتت ما نركز ما نركز على الشيء ليفيدنا ما نركز على الحاضر المضروبين بمشكلة الماضي والمستقبل هذا حرامات اشتريتها بالف دولار قبل ماذا نشمريت وانطيل واحد فقير خلي بقي بالمغزن المستقبل أخاف رح أصير مجاعة أخاف صرفة حاجة أكوهاي أحتاجها خلي بقيها بالمغزن شوفوا كاتلنا الماضي والمستقبل مع العلم اثنين هم موت اثنين هم سواد ما عندك غير الحاضر الحقيقي هذا اللي انت تعيشه فأني أفكر بالماضي أنا أموت أفكر بالمستقبل أنا أموت أنا أسا بالحاضر ويها الناس حلو عاشت خبرة أليمة بالماضي تفيدها بالحاضر دائما تتحكي بها تقول أنا بالماضي تتأذيت تتعذبت أنا الزين كل الزين عافي عليك هذا الماضي يعلم أنا أتمنى أن يكون واقعي أحسن وأحاول وهلما جرا أيضا بها مجال إيجابي بس أنه أنا أفكر بالماضي وأفكر بالمستقبل شون تشنت وشون رح أصير زين ليش ما تقول أنا شنو هسا فهذا هو الوتر اللي رح يلعب عليه النص اليوم فن التشتد أشخاص كل شيء عندهم بس ما يعرفش يريد لأنه طماع لأنه الأنا غالب عليه الأنا هو الإله هو الإله الصنم اليوم هو يضارع الله ويضاه الله قوة الأنا في داخل كل واحد من عندنا إله من صنعة ومرات يظهر للسطح ويصارع الله متجي الكنيسة الأنا يظهر هالقدوت يصير متطلع عن كنيسة الأنا يقبر شنو مشكلتها إنه أنا اليوم أنا إنسان متشتت الحضارة مالتي علمتني على التشتد تريد إنسان اليوم يريد يركب ثلاثة حصونة بنفس الوقت يريد يضمن الدنيا ويضمن الملكوت يريد يضمن كرشي العائلته ويريد يسوي كل شيء يريد يزرع حشيشة وبنفس الوقت يدخل الملكوت عادي هذا الشيء إنسان متشتت يقول ما عنده رغبات داخلية هواية يفكر بينه هذا حتى إحنا كرجال دين لما نفكر بينه أنا أريد كنيسة كبيرة أنا أريد كنيسة صغيرة أنا أريد ما أعرف شنو وهلوم ما جرى ما نفكر بالناس ما نفكر بينه إحنا اليوم شغلنا هذول الناس حتى لو خمس نفرات إذا خلصوا هاي نعمة بالنسبة لنا ما نشوف الكنيسة على أنه كنيسة كبيرة وكنيسة صغيرة وأنا ما نشوف الكنيسة هي هي جماعة المؤمنين اللي يحتاجون للخلاص يحتاجون للوجه الله إحنا نوصلها لهم إحنا ناس متشتتين إخوتي واخواتي إحنا ناس عندنا هواية أمور هواية نعم الله نطانيها بس إحنا مرات نركز على خيرات الأرض ونعوف خيرات السماء اليوم التلاميذ عندهم خيرات كثيرة اليوم التلاميذ عندهم جعبة من التراث من التاريخ من الخبرات ويا يسوع العظيم اللي كان وياهم كثر الأرغفة والسمك مرتين أقام موتة شف هواية مرضى فتع عيون هواية مشى هواية ناس عرجوا غيرها كل هذه أنا أنا من الناس اليوم لو أشوفها بأبويه دائماً أقعد أباوى على أبويه حتى لو مات أباوى عليه وأفرح ليش لأنه بقى لي هواية أمور أكل منها هذا هو الزاد الروحي زاد الخبراتي الخبرة أنا لو بمكان بطرس أقعد أقول الله أذكر زعيم أذكر يسوع حتى لو هو مات بس بس أذكر إيش بقى لي بقى لي هواية أمور أقعد أكل منها أقعد أفرح بيها ليش هاي العجائب هذه المعجزات هالكلام كلها راح شوفوا فن التشتت كل شي جهزهم يسوع بس ما باوعوا عدل فبطرس بالأخير يقول يلا خلينا نركز بالشي خلينا نروح نصيد كافي نقعد بهتا شتت هذا حيرانين وديروا بالكم ترى يسوع ظاهر مرتين قبل هذا النص بس ركزوا ظهور يسوع هم لعب على ودق وأزف على وتر الظهور يطلع ويختفي يطلع ويختفي مرتين يطلع التلاميذ يعرفوه هالمرة ما يعرفوه عجيبة لغة يوحنى عجيبة لغة يوحنى ليش مرتين عرفوه وهالمرة ما عرفوه فبطرس فبطرس يريد يركز كافي يلا هسا دخنا ظهر ما ظهر احنا نريد ناكل جعانين خلي نركز هذا صياد البشر هذا اللي دعا يسوع وقال له تعالى سويك صياد بشر ما عنده شيء خلي أرجع المهنتي السابقة وكأنه الشمس المسيح غابت وكل شيء اللي نحجه راح في أدراج الرياح يلا نمشوا خلينا نروح نصيد وهما هذول التلاميذ الوية يلا احنا وياك شوفوا لغة لغة الخيبة لغة الفشل نفس لغة تلميذاء عماوس اللي كانوا راجعين فاشلين من أورشاليم على عماوس رجوع الخيبة والفشل ايه شون كان هذا يسوع كان يسوع ايبا ومنزل رأسه مديم شون خيبة وفشل هسا يظهر يسوع لازم في أوقات الخيبة والفشل والوهم يظهر يسوع يظهر يسوع حتى يبدل الوجهة ولهذا اليوم تشوف بطرس والتلاميذ سبعة هما ويسرقوا بسبعة من يقوله يحنى يريد يقولك فتشي ضربه ناقوس بإذنك هذا القارب هو الكنيسة سبعة رقم الكمال يعني كل الكنيسة كل الكنيسة على هالقارب يعني يحنى ديحكي على كنيسة ستجي هذا هو سبع تلاميذ على قارب بالمعنى الكنيسة الأمس واليوم وغدا مو سبعة هيت جدت اعتباطاً هاي السبعة لها ناقوس الآن يظهر يسوع بعد القيامة يظهر لنا اليوم وراح يظهر باتش العقبة هاي رقم سبعة يلزم النص لزم مع الزمن يحكم على الزمن الماضي والحاضر المستقبل هاي رقم سبعة شوفوا قارب عليه سبع تلاميذ بالمعنى الكنيسة ال الكنيسة مو اقول كنيسة الكاثوليكية الكنيسة الاردوكسية لا الكنيسة سبع تلاميذ على قارب هذا هو رمز الكنيسة الآن القيامة تحكي ولكن يقول يوحنة لم يصطادوا شيئاً كيف سؤال هذا نحكي على الكنيسة لماذا لم يصطادوا شيئاً نفس الشيء سنرجع لزمان على بطرس بطرس قاعد يصيد يصيد قبل القيامة بداية دعوتاً قال لي يسوع ارمي شبكتك قال لي ها ليش قال لي ما اقدر اصيد ما عندي ما صددت هاي الليل كلها قضيته ما صدد قال لي اشمر شاني يسحب بهذه الشبكة حتى تمزقت بين قوسين يقول كاتب الانجيل لأنه بعد الدعوة ما ناضجة اليوم بهذا النص لما صادوا الشبكة ما تمزقت يقول يوحن بس قبل القيامة لما دعا المسيح بطرس يقول لك حتى تتمزقت ليش لأنه بعد ما كنوا بوت بعد الدعوة ما مستوية فلما بطرس قال أنا ما ما دعا استحمل أنك أنت سويت بهذا الشيء أنا إنسان خاطئ عفني قال لي تعال سأسويك صياد بشر نفس المشهد بعد القيامة بطرس همين يصيد الليل كله ما صاد شيء وركزوا على الليل 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 يوحنة الليل حضور المسيح لما أنت تشتغل بلا حضور المسيح كل شيء ما نحصي لما تكون إنسان متشتت في حياتك حتى لو تحكي بالإيمان لو تخبصني بصلاوات منها الباشر الصباح لو تطلع بالفيسبوك وتصلي وتلعلع بصوتك وتسوي كلها قشور الشيء العميق أين أنت ويسوع ها هي العلاقة ها هي اللي يشتغل عليه كتاب مقدس ها هي تشتغل عليه كنيسة أنت ويسوع أنت أمام يسوع انكشف صير عاري يريدك يسوع تكون عاري من هذا العالم بس أنا وأنت ما ليه هذا بطرس ما كو شيء لم يصد شيئاً لأن هذا هو ليل المسيح ليل ما قبل القيامة لما نقول لك صار الفجر ظهر يسوع عليهم شوفوا هناك الكلمة شوفوا الوقت عند يوحنا بأنه الليل ما كوا يسوع ويصيدون ما كوا شيء ما سحبوا أي شيء مع العلم يكون في معلومكم أنه بحيرة طبرية هي من أهم البحيرات اللي يكثر بها السمك دائماً أي شيء تشمر تصيد عجيب غريب هذولا صيادين متمرسين ما دبروها ولكن شوفوا لغة يوحنا شقد حلوة لغة يوحنا تريد تقول لما الإنسان متشتد لما الإنسان ما يجي يسوع في مركز حياته بس يستخدمك كوسيلة للإعلان ذاك الوقت ما راح تصيد شيء تصيد تصفيق الناس يحكون عليك شوفوا شقد مؤمن شوفوا ما يقول يعرف يقرأ يعرف يحكي يعرف هاي كشور أقول لك شور أنت أمام نفسك أمام دعوتك أنت تأتي تأتي تفحص الضمير هنا تقول يا رب أنا اليوم أخذت ثمرة من ثمار الروح أقول ما أقول ولهذا أخوتي وأخواتي ميز بين العمل من أجل الملكوت والعمل من أجل الأنا يقدر أي واحد يكرز أو أي واحد يشتغل بالكنيسة أو أي واحد مؤمن يقدر يقنعكم بأنه نبي بس يجوز هو دا يشتغل على الأنا مالتا فاليوم لما تكون إنسان متشتت ما أمركز ستكون أداة طي عبيد الشيطان يخليك تحكي عن الله ويخليك تحكي عن المسيح ويخليك كل شي تسوي بس أبد أمرك ما ألتقيت بالمسيح كنت صحبة اليوم أنا قنعكم بأنه أنا المسيح دعاني وأنا أبد ما شايف اليوم وهذا حالة هواي ناس فهنا ندير بالنا أخوتي وأخواتي ليش ما أصطادوا التلاميذ لأنهم متشتتين لأن الحزن كاتلهم لأن علامات استفهام كاتلتهم ماكو أي سمكة حصلوها والسمك هو النفوس هو شغل الكنيسة الصيد لما الكنيسة يكون أساسها الأنا والمراكز وغيرها ما رح تنجني من هذا الشي لما تكون الكنيسة مبشرة مضحية كاشفة لوجه المسيح أنت تغيب وجهك يغيب وجه يسوع يظهر ليس أجاهد حتى أن يظهر وجهي أنا هو المسؤول أنا هو الأحسن أنا أغيب وجهك يا يسوع والذي يظهر يوم اللي نكون هيتش بالكنيسة كنيستنا راح تكون مو بس الأولى راح تكون هي هاي صاحبة النعمة وهي اللي تجني تصيد 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 هواية شبكتها شبكة النعمة وتصيد لما نحن نبتعد عن الانقسام لما نبتعد عن تسمية الكناز لما نبعد عن أي شيء يخلينا نكره الآخر المختلف ذاك الوقت إحنا راح نصير كنيسة مقدسة جامعة رسولية بالمعنى أنه إحنا شغلنا أنه نجمع الناس كنيسة من يكنس تعالوا نكنس العالم نجيبهم للكنيسة تعالوا نجيبكم إلى حضرة الرب ما أجيبكم على أساس تسمياتكم وأنا ما أجيبكم على أساس المسيح اللي إحنا كنا أعضاء في جسده السري ولهذا لم نصطد شيء ولم يصطد التلاميذ أي شيء يظهر يسوع الآن في الفجر بالمعنى الآن انتقال من ليل الموت ليل العقم ليل عدم الخصوبة إلى زمن القيامة الزمن الفصحي اللي هو الزمن اللي يبيه صيد الوفير زمن اللي يبيه كل شيء اعتماد على كلمة يسوع وكأن اليوم يسوع وكأنه واء الله لما هذا يخلق قالهم ها يا غلمان يا فتية عدكم أكل قاعدين كل واحد مقابيل اللاخ ماكو كل شيء ماكو الصيد ماكو الثمار بس حاجي قالهم عدكم شيء يسوع ده يطلب يسوع مجوعان يسوع هنا تحدي شوف ظهور بتحدي عندك شيء تطيني يا الله يا الله يا مسيحي يا مسيحية اليوم بعد هالفترة ما الكورونا ما صار عندك شيء تطيني يا عندك خبز روحي عندك كلمة مقدسة تغيرت صرت قديس بديت تتأمل بلمسات الله بديت تعيش خبرة الله بديت تقرأ الكتاب المقدس الطيني يا الله أخوة كني يسوع مجوعان بس يسوع يتحداك إذا عندك شيء تطين ولهذا ماذا أجاب التلاميذ لا ما عندنا شيء ولحد اليوم أخوتي وأخواتي نحن عندنا هذا الجواب ما عندنا شيء نحن دائما نجي عندنا بس الخطيئة نجي الكنيسة حتى نشمر الخطايا مالتنا إذا من نطلع ليس لازم نكون مستعدين للإثمار ما كانت هذه الفترة هي دعوة للإثمار فاليوم دعونا نتأمل بها كلمة لا لا نقولها التلاميذ قالوا لأنه لم يصطادوا شيء لكن نحن في هذه الفترة لدينا الإمكانية نقول ما يا رب لدينا شيء لدينا شيء نحن فرحانين رغم الموت رغم الظروف التعيسة لكننا افتهمنا الآن نحن وين بمخطط الخلاص ولهذا أخوتي وأخواتي دائما ظهور يسوعي يتحدى أدكم شيء؟ اليوم سؤال لنا همين يا شباب أدكم شيء؟ يا زوجة وزوجة أدكم شيء تطنيا محبتكم موجودة المحبة بالبيوت لو خيانات زوجية لو طلاقات أدنا شيء الأب والأم اللي يربون تربية صحيح هذا ولا ينطون شيء ليسوع اليوم اليوم الزوج والزوجة المصلين اللي يصلون سوية يقاعدين هو بالكنيسة ويصلون ويواضبون هذا ولا ينطون شيء ليسوع الشاب الذي يحب أبو وأمه ويخدمهم هذا ينطي شيء الشاب اللي يطرد أمه وأبوه يشمرهم بدار الرعاية ولا يزورهم همين هذا ما ينطي ليسوع الشخص الذي يذكي الإنقسام بين المسيحيين هذا ما ينطي ليسوع الأب اللي يفشر ويغلط بالبيت والأم اللي تحكي على العالم قدام جهالها ما تنطي ليسوع؟ اليوم سؤال أخي وأختي أيها الشاب أيها الشابة ما تنطون؟ أدنا شيء ننطي؟ ولهذا مرات نقول لا أيها الشابة في يسوع هنا يبدأ يشتغل ألفت شيء اسم الكشف وشيء هو يدعو إلى الضحك والفكاهة ولكن لعبها لعبها يوحنة فضيحة جميلة جدا قبل القيامة لما دعا يسوع فطرس قال لا اشمر الشباق بالبحر وسحب سمج هذا شيء يقول له يقول لهم ارموا الشبكة جهة اليمين الله عليكم أكو جهة يمين ويسار بالبحر أين سمج يمين ويسار؟ أكو سمج يمين ويسار ولكن رمز اليمين دائما هو القوة الإلهية دائما هو أنا أفهم دعوة يسوع بينه جهة اليمين أن الروح القدس يشتغل لا تشتغل من عندك اليمين رمز القوة الله رمز أن أنت هاي هاي منك من اليمين ولكن تذهب على اليسار انتهت دير بالك نفس الشيء هذه الحدية موجودة في الكتاب مقدس في الإنجيل يقول يسوع نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشيطان شوفوا هنا الحدية على اليمين ستجدون السمج إذا اتجهتوا القوة الله إذا صار عندكم طاعة الكلمة الله إذا أنتوا الروح القدس بداء يوجهكم المكانات تشوفوا بعمال الرسل هؤلاء الرسل اللي تشوفوه رمزه على القارب قاموا الروح القدس يقولهم لن تذهب من هذا المكان لن تذهب من هذا المكان دخلوا للسجن طلعوا من السجن ليش لأن الآن هسا شغل الله كلمة الله وحي الله الروح القدس مال الله هذا هو تهت شمروا على اليمين ما لكم علاقة تعالوا أنا اليوم أسوي لكم شغل مطبيعي وبالفعل سحبوا مئة وثلاثة وخمسين سمكة حارة والمفسرين شنو مئة وثلاثة وخمسين هذا قاعد قال هذا رمز العهد الناموس وهذا رمز المعرف منه ما هذا المهم لا نحلل أعداد نحلل بس شيء واحد نحلل الشبكة اللي ما تمزقت هاي الشبكة ما تمزقها شوفوا اللغة الآن الآن بدأوا التلاميذ يعرفون شنو طعم الخبرة الفصحية شنو معنى القيامة شنو معنى انفتاح العيون هذا من شافوا اليسوع ما عرفوا ليش ما عرفوا السؤال هنا ليش ما عرفوا يسوع هل يسوع غير شكله بعد القيامة لا وإنما يوحنى ريد يقول لك الرؤية قبل القيامة غير الرؤية بعد القيامة اليوم يوحنى يوجهنا إلى شيء اسمه انفتاح عيون الإيمان عيون القلب تقدر تكون مسيحي بلا عيون القلب انت مسيحي بالاسم تقدر تحكي منها الباتشر عقبة بس إذا ما تبعوا بها أي عيون القلب صعبة ما تقدر ما تقدر تكون مسيح حقيقي راح توقف عند مفترق طرق لأنه أكو مبدأ يحركك اليوم مبدأ واحد مبدأ صعب اليوم مؤمنين أكو بي موايا ناس عندهم مبادئ الله يباركهم أكو ناس لا مبادئهم متزعزعا هاي سوت أنا أريد تسويلي هاي جيراننا جابلها زوجها هيتي أنا متجيبلي يا أبا يا مرة أنا ما عندي اليوم شبابنا يريد يزوج ما يقدر يزوج ليش الأب والأم أبو البنية وأم البنية يقول لها الريد هيتي وهيتي وهيتي يقول لهم يا أبا ما عندي يقول لهم روح ازرع بس يا أبو يا أم وسمعوها مني إذا أكو هيتي أبو وهيتي أم عابت لهذه التربية على هالبنة اللي تتأخذها أنا أول الناس أقول لها لا تأخذها ولا ترتبط بهالعائلة أي عائلة تزرع هاي شيش لا ترتبطون بها لينها يعدها ريحات ريحة الكفر ريحة السموم أنا اليوم من حقي اليوم أقول أي خادم يخدم بالكنيسة وإذا أشم ريحة أنه هو يزرع وهذا ما بقي لح الله وحده كخادم لكن كنيسة كنيسة لماذا؟ لأن هذا ما عنده مبدأ هذا حرق مبدأ الإنساني مالتا كل لا أنا أمد الفلوس هذا الشون أنا أعتمد عليه ولهذا اليوم يسوع يريد يأسس القيامة على ناس عدوا مبادئ شمروا هسا مبدأكم قوة الله مبدأكم جهة اليمين مبدأكم الصيد اللي يجي عن طاعتكم الكلمتي ولهذا صادوا الصيد عجيب وبنفس الوقت مية وثلاثة وخمسين سمكة بالمعنى بالمعنى أن هذه الشباك هي الشباك النعمة بالمعنى أنه ليس فقط الإيد صادت وإنما القلوب صادت بالمعنى أن الكنيسة الآن تتأسس على ناس كل شقوياء الآن حدث عنصرة الآن هذا السمك كله هو حدث عنصرة ليس فقط على البحر وإنما لما نزل روح القدس كثرهم سواهم مثل السمك وسواهم صيادين وخلاهم في علاقة بين الصياد والسمكة وهذه هي علاقة الكنيسة الصيد العجيب فإذن أخوتي وأخواتي بس نركز عليها يسوع اليوم يسوع اليوم يأسس كنيسة على جماعة ضعيفة واحد أنكره وكلهم شرده وبسبقه يوحن ولو بطرس بطرس هذا تعلموها بطرس ترى خطية لما ننكر يسوع قلتوا لازم تعرفوا الحقيقة لا تظلموا لما تقرون النص عدل وتقرون الظروف اللي واقبة يسوع بآلامة ترى بطرس أنكر يسوع لأنه إذا قال إذا قال آني تلميذ من تلاميذة سيخلوه بالمحكمة ويوقف قدام يسوع ويشهد عليه فقرر أن ينقر على مدل يوقف ويشهد عليه لأن أي واحد يقول آني تلميذ المسيح يلزم قدام يسوع ويخلوه مقابلة ويشهد يقول إيه يشهد يسلم صدق أذي فبطرس ما قدر ولهذا شرد قام ينكر ينكر ليش حتى ليه يوقف قدام يسوع في المحكمة ويشهد عليه ما ينسان هذا ما يبرر أنه ينكره ولكن هناك ظروف مرات بطرس محروق دم لما يحنى شاف أن يسوع قل شمر الإذن اشتغلت باعه الآن العين انطفت بدأت عيون القلب الإذن باعه يحنى فضيع يحنى عظيم يحنى مثال التلميذ الذي هو من البداية للنهاية ويسوع حتى قبل ما يدخل للقبر شاف وآمن قال ايه أنا أعرف القيامة سمع يسوع ما شافه ما عرفه مريم مجدلية ما عرفته تلميذ عم ما عرفه إيه لنكسر خبز ليش لأنه صورة القيامة يحنى يقول إذا لم تفتح عيون القلب ستعرف يسوع القاعد موت الفيروس فيروس ونحن بداخل هذا الفيروس وهذا الجو يجب عيون تفتح قال لهذا قال للبطرس هذا هو الرب انتهت قبل شمر نفسه يقول النص بأن اتذر اتذر يعني شال دجداشت خلاها اتذر كلمة كلمة مهمة نفس كلمة اللي قالها الكاتب الانجيل على يسوع لما يغسل رجلينات التلاميذ الآن بدأ الآن بدأ بدأ بطرس يرجع الرشالته لمن عرف يسوع موجود بدت الذكريات تشتغل السباعة هنا قبل راح شمر نفسه ليش لأنه حركة الندم حرقة هذا هو آدم هذا هو آدم اللي راد يعبر من شجرة المعرفة إلى شجرة الحياة لكن ما قدر لو واصل شجرة الحياة وما اعترف وما ناكر يسوع كان غير شكل شوفوا نفس اسلوب آدم اسلوب آدمي هنا هنا في بحر الدموع الماء ما البحر دخل بعيونه وصار دموع فهنا اختلطت الصورة الآن نتحرك ليش يريد يكفر عن الشي اللي صار به ليش لأنه الندم قتل قتل فتلاحظون هنا الآن بطرس بدأ يتنشأ من جديد الآن بطرس انقلب من جديد سمشة صادها يسوع من جديد وهذا سيهيئ من جديد بعد القيامة ويقول بهذا النص وبالنص البعد سيقول لها يا سمعان بن يونة هل تحبوني هل تحبوني رجع من البداية الآن سيدعون من جديد ولاحظوا هنا بطرس يأسس الكنيسة على هذا اللقاء ولهذا يسوع يقول هم وين الأكل هل تكون أكل هسا من رجع قال لهم تعالوا أنا بحضر لكم الأكل خبز وسمكة وجمر الجمر هو رمز آلام الكنيسة وآلامنا الخبز هو السر الأفخارستي هو جسد يسوع الكنيسة مع القارب الآن ستجتمع والسمكة هي هوية يسوع لأن السمكة باليوناني اختص اختص كل حرف يدل على هوية يسوع يسوع المسيح ابن الله المخلص إذن شغل المسيحي أنه يعلن هوية يسوع بأنه هو المخلص وشغل أنه يقتاد من جسد يسوع حضر يسوع المشهد وهذه النعمة بالبداية طلب أكل من عندهم لكن هو قرد يحضر لك فيسوع ما كان جوعان شي المهم اللي لازم نعرف أنه قلهم وين أكلكم وين اللي استطاديتوا هس بدأ شغل الكنيسة من راح سحب الشبجة من بين السبع تلاميذ بس فطرس بالمعنى أنه هس فطرس بدأ يشتغل شغل رئيس الكنيسة سحب الشبجة وجاب الأكل اليسوع هذا شغل فإذا أنه هذا النص ليس أو لا يتكلم عن قيامة يسوع لا يتكلم عن قيامة التلاميذ هذا النص هو قيامة التلاميذ وهذا النص هو قيامة الكنيسة والكنيسة لازم لازم تتعمق به وتطول شرحه لأنه هذا النص عظيم عظيم هو آخر ظهور وهو المؤسس ليش لأنه كل مرة يطلع يسوع ويختفي بس بس هنا يسوع ظهر وقعد التلاميذ وارتاح وبحضوره وانتهت راحة الشغلة فإذا هذا الظهور هو البحث عن الراحة بالكون مع يسوع مع هذا الجمر اللي يعلمنا بأن الحياة ما هي سهلة هي آلام ولكن هذا الجمر خلى السمشة والخبز ينضجون خلى أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا تنضج بحضور المسيح فاليوم هذا الجمر هو الفيروس ونحن لازم نطلع مثل هذا السمشة والخبزة نطلع من هذا المكان ومن هذا زمن التعز بشيء مهم أنه نضجنا حتى نكون خبز وسمك للآخرين حتى نعلن هوية يسوع ونحن نكون خبز يسوع ليس فقط نوزع الخبز لكم الخبز المقدس جسد يسوع ولكن نحن أيضا نصير جسد أكل إلهنا إله الفرصة الثانية فرصة الثالثة وما يعوفنا يسوع أبد ما يعوفنا ورح يبقى يعيش ويانا واليوم أخوتي وأخواتي أقولكم صحيح صحيح الضجون يمكن عند موعدة طويلة أو هاي بس اليوم لازم نحكي على الإنجيل لازم نحكي على كلمة الله يكفي حاجة على المجتمع يكفي نحكي على برا اليوم لازم نلتقي بيسوع في الإنجيل كلمة الله فاشقد ما نسمع عن كلام الله فاشقد ما نبدي نوطن نفسنا حتى نعيشه فاليوم أنا وأنت في قارب يسوع في هذه في هذه المعمعة يظهر يسوع من عرفه هذا أبقيكم هذا الشي أنه شون تلتقي بيسوع شون تلتقي يسوع يسوع بالظهورين الأول والثاني عرفوه بالظهور الثالث ليش ما عرفوه هذا هو السر اللقاء بالرب يسوع مرات يسوع يكون واضح بالكشف مرات يسوع لازم تقرأ حضوره المختفي خلف الأحداث والأشخاص اليوم أنا أجل الكنيسة ألتقي بيسوع وجها لوجه فنويل هذا ما كان رأيته فيه الرب أو أرى فيه الرب بس مرات عدوي الميحبني اللي سيء فهمي اللي أنا سيء فهمه قد يكون يحمل صورة يسوع فخلونا يكون حذرين الزمن يمشي وبهور يسوع ما رح يبطل رح يبقى يظهر رح يبقى يكشف رح يبقى الله يخلق لهذا نحن سفر التكوين ما نقول في البدء خلق الله دعوا بالكم النص يقول في البدء يخلق الله واليوم يسوع يظهر والروح القدس يكشف خل الكنيسة تتأسس علينا مو على بس رجال الدين كلنا خدام قديس بولس يقول شي واحد يقول آني غرست أبلس سقا بس الله ولينا منه فلا نركز على بولس ولا على بولس ركز على الله اللي ينمي خلوا كلمة الله تنمو بنا خلوا نشوف في الدنيا كلها صغيرة ما تسوى هباء منثورة ولكن بيها فد مكانية حتى نصيد النعمة من بحر هذا العالم الفوضوي كلمة الله رح تخلينا نعرف وين السمت الحقيقي من أمور كثير أخرى ما تغذينا آمين شكرا